السلام عليكم. المستقبل سوف تفرض على الكثير من المغربة الأغلبية للمغربة كاملين أنه يكون عندهم حساب بنكي. أولا لأن السياسة المغرب سوف تنقص إلى 1 درجة كبيرة من التعامل بالفلوس والتعامل بالكاش بالناس. وحتى هذا البرامج الذي كان في الحماية الاجتماعية للتغطية الصحية لفلوس الدراري لا التعويضات التي تشد من طامن اجتماعي ولا الخلاصة للطامن اجتماعي سيتم عن طريق هذه الاقتطاعات لحسابات البنكية. وحتى سوف تعطي شيئا سوف تضع لك حساب البنكي. سوف تطلب منك يكون عندك حساب بنكي ومستقبلا سوف تفرض عليك. سوف أعطيك نصائح هنا بالتعامل مع البنكة. لأنك مع البنكة وقودها مني هذه نصيحة من ذهب تغفل طارت عينك. لا يزغلوك. أول حاجة شنو هو أحسن بنك نفتح فيه حساب. الجواب بكل بساطة مكينش بنك محدد يكذب عليك شيئ واحد يقول لك البنك الفلان فلاني هو أحسن بنك. أو بكلام أدق تقدر تلقى واحد حاجة في البنكة مزيانة وحاجة خيبة. وتلقى في البنك الآخر ذيك الحاجة اللي خيبة عند البنك الآخر مزيانة عنده. واللي خيبة عنده هو مزيانة عند البنك الآخر. والنصيحة لفد القرية دي الأحسن بنكة أحسن بنكة أنت اللي غتحددها. ما تتعاملوش مع الأبنك على أنها إدارات عمومية. أنني دخلت للبنكة اللي غالولية هو اللي كان. البنك بيعوش الرأي. أنت بغيت تشري شي حاجة كيفاش كتتعامل. كتدور في السوق. بغيت تشري شي سلعة. حواج ولا اللي كان. كتمشي كتدور في السوق. كتقلب على ثمان مزيان. وحاجة مزيانة. منتوش زوين بثمان زوين. أي واحد فينا ميك يخرج للسوق. هذا شي عشك يقلب. نفس الشي أغسك تديره مع البنكة. هذه النصيحة اللي لكم. هذا الخصوص. لما يكتب عليك تا واحد يقول لك هذا البنكة أحسن من هذي. ولا هذي أحسن بنكة في المغرب. كل بنك عنده الدفوات دياله. وعنده أمور مزيان فيها. ولكن انت شنو بغيتي. هذا شي اللي غي يحدد الاختيار دياله. إذا منين نبغي نفتح حساب بنكي. ما نمشيش لواحد البنك نعطوه ليا. ولا شكروا ليا واحد. نمشي في حل غادي للسوق. نظر على الأبناء كاملين. ونسقصي. شنو عندكم. شنو المتيازات. شحالكات تحسبو الخدمات ديالكم. شحالكات تقطعو الناس. المهم نسول على الأمور اللي بغيتانا. وش بغيتانا خدمات ديال الانترنت. نخلص بالانترنت. ونشري بالانترنت. غنختار أحسن بنك. تقدم هذه الخدمة ديال الانترنت. والشراء عبر الانترنت. بأقل ثمن. وبأحسن جودة. بغيت مثلا قد تحط لي الفلوس. نسول أحسن بنك. منين تحط لي فلوسون هزها. ما يقطعوش لي بزاب. بغيت بنك ما تكونش المصاريف دياله كبيرة. نسول على أحسن بنك. اللي المصاريف دياله قليلة. مقابل الخدمات اللي بغيتانا. ندخل عند البنك إكس. والبنك إجراج والبنك زاد. نشوفهم كاملين. ونقلص ونفاضل بيناتهم. نقول هادا مزيان من الجيهة. ولكن خيب منها الجيهة. هادا مزيان نجوج حويج. ولكن خيب في جوج حويج. ونشوف أحسن واحد يصلح لي أنا. وبغيت ننبهكم. الواحد المسائل تحضيفهم في التعامل ديالك مع البنك. باش ما يقول بوكش. العربية تعرب. لأنك إما قلت تغفل طارت عينك. أول حاجة. يلفتحت حصاب بنكي. وما بقيتش بغي نخدمه. قلت بي الغارة. ومشيت بانك أخرى. ومشيت بانك أخرى. ومشيت بانك أخرى. ومشيت بانك أخرى. ما عمرك تدير هادا القاضية. وتسمح فيها. كأنه إلا خليتي هادا تسدبوا حدوة الحساب. شنوغس تدير. وتدبعوا معي مزيلا. لأن النصائح مهمة بزاب. نصائح من ذهب. وغا توفر عليكم فلوس. وغا تحميكم أنه يتنصب عليكم من طرف هاد الأبناء. وبطريقة قانونية. غا يديوه لكم مرزقكم. وبطريقة قانونية. إذا شنوغس ندير إلى واحد البنكة. أنا فاتح فيه حساب. وما بقيتش بغيه. أولا نمشي عنده. ندير واحد طالب نكتبوه. بيبدي. ولا نكتبوه عن شي مول السيبير. ولا شي مول المكتبة. طالب بسيط. أنا الموقع أسفل وفلان بفلان صاحب الحساب البنكي كادا وكادا الرقم بياله. أطلبوا إغلاق هاد الحساب البنكي. قفوا تسنيه. ودفعوا ليهم. كرد البال. ما تدفعوش لي ممكنك سافيسيركون هان يا سي فلان. لا. نشد علي لا كوزين. نشد واحد الوصل. أنهم تسلموا عندي طالب إغلاق الحساب البنكي. والقانون يعطيهم شر. أجال شرق سمي يجاوبوك. يجاوبوك أن الحساب البنكي ديالك تسد. ومني يجاوبوك. خصك تمشي. واخد واحد الشهادة. سوفيد أن الحساب ديالك مسدود. هذه النقطة الأولى. اللي خصك تحضي منها. في الحساب البنكي. مني تبغي تسدوك. النقطة الثانية. وهذه توقع بزاف. وبزاف الناس يسولوا عليها. خصك تعرف حقك. باش ميمشيش لي كرسقك. وهكاك. لأنك مكتعرفش القانون. وكما قلت البنك رابي يعوش راي. وغفلتي طارت عينك. راي قدروا يديولك رزقك. وبعض الخطرات قاعة. كي خرقوا القانون. باش يديولك رزقك. وهو اللي غنتكلم عليه دابا. شحال من واحد. دار هاد الفالطة اللي هضرنا عليها. خلال حساب ديالو. ومشاق ميك عليها. إما صافري. إما فتح بلاصة أخرى. ما بقاش بغي يقع. ما بقاش محتاجو. كيدوزو احد تلسسين. اربع سنين. خمسسين. كي يستفطو لك ورقة. سلام عليكم السيفلان. راي قنسالوك ستالاف درهم. الله يودي. انا الحساب خليته خاوي. كيف عاش كتسالوني ستالاف درهم. وانا ما درتبيت. حاجة دي. أربع سنين ولا خمس سنين. راي قنحسبوه عليك. مصاريف ديال الحساب. وكتزاد ديك المصاريف. حنا رايك بنك. الفلوس كان ربحو منها. مية درهم ديال الحساب. في الشهر الاول. وانا ميتين درهم. وانا خمسمية درهم. وانا ألف درهم بعد عام. وانا ألفين درهم في العام الثاني. وانا أربع عالف درهم في العام الثالث. وهي كتزاد. حنا الفلوس محدة كتكبر. والفائدة ديالها كتزاد. في هذه الحالة. ما تخلصش هاد الشي. وقانونية ما عندهم ميدوا منك. أول حاجة. ضروري ضروري. منين تخلي حساب. ما تخليش فيه الناقص. ما تخليهمش كيسالوك. ما تكونش مثلا دفعت فيه شي شاك. ولا مثلا كيسالوك شي حاجة. وبقعت ناقص عشرين درهم. ولا ناقص خمسين درهم. ما قوهم على هاد الشي. اذا ما تخليش الحساب. وتميك عليه هو فيه الناقص. ولكن حتي لا تخليتي فيه الناقص. ولا تخليتي خاوي. رغى تخلص لهم غار ذك الشي. اللي يجمعوا عليك. في عام. ولا عام وشهرين. علاش. لان القانون. القانون اللي كينضم هذه المسألة. مدونة تجارة. وتكلم عليها. تيقول انه الحساب البنكي. يلبقى مفتوح. لمدة عام. ما وقعت فيه حتى شي حركة. اذا يكون عام. خليتي انت. سمحتي فيه. عام. ما تتحركش. مفروض. القانون كيف فرض. على البنكة. انها تصفت لك. وتقول لك. السفلان. الحساب ديالك العام هادي. ما تتململش. واش مازال باغيه. إلا انت ما جاوبتيش. اجل ستين يوم. قصوم يسدوا الحساب. هم الرأسهم يتسدك الحساب. إذا ان تلك 3 سنين. 4 سنين. 5 سنين. رأس نسالك فيها. مخدمش. حتى لك يسالك شي حاجة. غيحسبو داك العام. وذيك الشهرين قاع. شنو كيسالك فيها. إذا الاخوان. اللي كاسف طولهم الابنك. رأس نسالك 4 سنين. 5 سنين. 6 سنين. 3 سنين. عامين. رأس نسالك شي. رأس القانون كيف فرض على البنكة. وقولوها ليهم. لأنهم ما كيعولوا أنكم كتشهلوا القانون. وأنا الهدف ديالي أنك انت. ذاك المواطن البسيط. اللي كيت تحقر منك يدخل البنكة. وكيقولوا هذا ما فهمت حاجة. تعرف هاد الشي هادا. وحتى انت توقف قدامه. تقولوا شوفوا سيدي. القانون را كيف فرض عليك انت البنكة. هاد الحساب يلا بقى عام. تسدو. ولا تصيفت لي. تقول لي. رغا نسدو. ومندو الشهرين تسدو. حسبو لي. حتى ذاك العام را تقدر ما تخلص ليهم. تحاسب معهم. واحد النقطة أخيرة. وكي مجل تركزوا معي في هاد النصائح. لأنه غا تنفعك. لأنه كي مجلت في الول فيديو. غالبا. أغلبية ديالكم. خصوصا إلاك ترب الأسرة. غايت تفرض عليك يكون عندك حساب بنكي. فقط سكتعرف هاد القوال بهاد. الأبناك. كي يحسبو عليك. الفوائد. فلوسك. كيف هاش. الفوائد نورمال. فلوسك. فلوسك. كنت اللي كتحط. تم. كي قدروا يحسبو عليها الفوائد. كيف هاش. الأبناك. عندهم واحد الفوائد. سميتهم لزاجيوم. هاد الفائدة من انك تجي. انت مثلا دازت لك شي فلوس في الكون ديالك. دازت لك اليوم. مثلا نهار واحد. بشر. هما عندهم. ديك الفلوس. لديك نهار واحد بشر. ما غاتبانش في الكون ديالك. انت تلجوج. وخاتبانك في الابريكاسيون راه داز. ميصر جمال البنكة. ويقول لك رات حطات. قدروا قدروا في الكون ديالك. هاديك الفلوس. ما كتتحسب كاينة عندك في الكون. حتى الغدالي. وكي يقولولو. تاريخ القيمة. كيكون بعض المرات. 24 ساعة. وبعد اختارت. يقدر يكون كتر. إلا جا. مع السبت والحد. مثلا. انا قدر اوصلت لتلتيام. إلا جا. مع شي عيد. ولا شي عطلا. قدر اوصلت. اليومين الفوك. ان ديك الفلوس وخا. تحطات ليك انتا اليوم. ما كتتحسب ش عندك. حتى الغدالي. حتى كتدو 24 ساعة. كما قلتو بعد. الخطرت كتر. إذا منيك تهزه انتا. وما زال ما وصلش دك تاريخ القيمة. اللي كيقولو. هو ما اللي كتدو 24 ساعة. يحسبو فحلس اللي فوها ليك. وارزقك تحط ليك. دازلك شيفير مومنشي جيها. دازلك فلوس دي الله سان اساز. دازلك شواح الفلوس. دازل الماندانيالك. وما كيحسبو. حلس اللي فوها ليك. اللي لها الزيتية قبل ما تدو 24 ساعة. وشنو كيديروهما. باش انت ما تعيقش بهذا اللعبه هك. هذيك الفائدة. ما كيخرجوه لك في البلاصة. كيخليوهات 3 شهور. ربع شهور. عاد كي تجيك. في الرولفي. بعض المرات. تشعر من واحد كيتفاجأ. منكي يجي ذاك الرولفي. تجيوهات 25 درهم. 45 درهم. 10 درهم. 15 درهم. هيا هذي اللي زاجيوه. هيا هذي الفوائد اللي هضرت عليه. اذا منين تحطيك الفلوس. بالكونت ديالك. حتى. 24 ساعة. عاد هالزوم. ولا منين تبغي تفتح شي حساب. بشي بنكا. تأكد كيما قتلك من العقد. اللي وقعتي. وتأكد من ان ديك البنكا. مكتدير شهد القادية هذي. لانكين ابناك مكيديروهش. بارتاجوه الفيديو. تحياليكم. لانك.